إسرائيل أعلنت بدء العملية البرية في لبنان كل المؤشرات تشير إلى أنها ماضية في هدفها بتدمير قدرات حزب الله وأنها لن تتراجع عن هذا الهدف لكن السؤال هنا ماذا بعد؟ وهل يغري ما فعلته إسرائيل بحزب الله القيادة فيها لمهاجمة أهداف في العمق الإيراني؟ هذه الفرضية غير مستبعدة بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي تعتقد أن تل أبيب ستواجه ضربة استباقية لردع إيران في حال اكتشاف أدلة قاطعة على أن طهران تستعد لشم هجوم داخل العمق الإسرائيلي رئيس المزراء بن يمين نتنياهو كان عقد سلسلة اجتماعات استعدادا لعجمات متوقعة على إسرائيل من قبل إيران وخلالها تمت منقشة خيار الضرب إيران كإجراء ردع مراقبون يرون أن سيناريو كهذا سيكون فرصة لإسرائيل لاستهداف مواقع حساسة داخل إيران كالمنشآت النووية وذلك عبر غارات مكثفة للطائرات الحربية المتقدمة مثل F-15 وF-16 وF-35 وقد تستخدم فيها إسرائيل القنابل الذكية الموجهة لدقات عالية وليس من المستبعد أيضا أن يسبق ذلك شن عمليات سيبرانية لتعطيل البنية التحتية النووية الإيرانية وتدوير منشآت عسكرية وحيوية وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة الدفاع لتعطيل القدرة على الرد ما رأيكم؟ هل تمدي إسرائيل قدماً بهذا السيناريو؟ اشتركوا في القناة